السلام عليكم مرحبا بكم في كوزينة ليلة غنتقاسم معاكم اليوم طريقة ديال العجينة ديال البيتزا الإيطالية الأصلية بجميع الأسرار ديالها اللي كتجينها هاك خاوية وكيجو فيها الفقاعات في هاديك العجينة ماشي اي عجينة كنديرو بها البيتزا وما قادر رامض بوطة وطريقة تبعو الطريقة وخا طويلة شوية ولكن را النتيجة خيالية كتجي هنا عندي أربعمائة مليلي تخت المدافي معالقة ديال السقار صغيرة وجوج قرام ديال الخميرة ديال الخبز جوج قرام كان سطر على جوج قرام مرا ما كتكونش فيها الخبز خميرة كتكون في هاد العجينة خميرة طبيعية كنديرو هاليا وهنا عندي خمسمائة قرام ديال الطحين الأبيض والملحة واحد معالقة زيدة شوية الملحة باش ديك لابات تجينة شوية مالحة صافي كان خلط بسباتيول وكندير شوية طحين هنا كان زيد ثلاثة لمعالقة ديال زيت الزيتون كان خلط مزيان ممكن تخلطه بيد أو للعجينة كيف ما بغيته صافي كان بقاو نخلطه وكنكمل هادك الطحين اللي عندي كان خلي منه واحد شوية فين غن نخدم العجينة رأى واحد العجينة كتجي صراحة رائعة بحال هادوك اللي فغي بيتزا إيطاليان اللي كيتباعو ما كانش الفرق والحشوة رأى كل واحد الحشوة ديالو ولكن سيلابات هي الإسانسيال في البيتزا ماشي أي بيتزا هنا غن نعجن أتعجنوا واحد خمسة دقيقة أو تمنيات دقيقة عجنو كتتحفزو هادك القليتين فارة كتكون كولونت كتدهنو بإيديكم بالزيت أو لا فاغين ولكن من الأحسن ما تكترووش لا فاغين باش ما ننفوسوش هادك سميتهم ما قادر ديالنا غنخليوها تخمر ثلاثين دقيقة وكنحطوها وكنبقوا وكنديروا لهاد العملية كنجروا الجوانب وكنديروهم الوسط ماشي كنعجنوها هانتو ما كانجروا هاد الكوتي نديروه الوسط على 4 كان نعودو العملية عشرات المرات 12 مرة اللي بغيتو المهم هي نارا كنحفزو القليتين كنخدموه القليتين كتولي عدنا مطاطية وكتخفاف وكيخرجوا منها واحد الفقاعة في اللولارة كتكون كتعدب غير صبرو معاها مره مره دهنو شوية بالزيت او لطحين ديرو شوية الطحين غير هو الطحين ما تكترووش باش ما تخسروش المقادر ديال البيتزا سوف نكمل بنفس الطريقة ومره مره كندهن صباعي ايما بالزيت وقليل من الطحين ما نكترش الطحين سوف نبقى كنجمع سوف نخليها عوتاني تخمر 11 دقيق هاد المره غنغطيها ونخليها في بلاست ونعود نفس العملية عوتاني ارا كتجيزوين ارا وخل وقت طويل ديالها ارا صراحة ارا اول مره الى معمركم مدرتو هاد طريقه ارا معمركم مكلتو مكلتو لا فغي بيتزا ارا كتستاحق فعلا التجريبة غنغطيها عوتاني ونخليها تخمر 10 دقيق اخرى شوفو كيفاش كتولي كتجر معانا هديك العجينة كتتخدم زيان وكيبدو كيخرجو الفقاعات فيها هنا بغيتو تخليوها تخمر ثلاثة تسويع وتخدمو بها را كتجيزوينة بغيتو تديروها الاصلية را كتدر في التلاجة انا غنديرها على الاقل ستتسويع خليتها ليلة كاملة هنا بغيتو هنا حي درتها على على مباشرة ليلة كاملة وغنديرها 2 بيتزا قسمتها على الجوج وعوتاني را كتكون باردة هنا خصها ترجع لنا الاطان نغمال تخمر عوتاني ديروها في واحد تيبويرة تكون كبيرة كبيرة كبار منها دي انا را بدل تيبويرة حي تكتنفخ وكتديلاتة خليتها ساعتين هانتو ما كيفاش ترخفات لنا هانا غنرش لها الطحين وغن ناخد القورة اللولى غير بالاصابع ديالي شوفوا كيفاش كتتخدم هانتو ما كتدفعوا كتدفعوا على برا باش كتجينا هاديك البلاسة كتجينا من فوخة وكتجينا طالعة بحال هاديك لبيتزا ايطاليان سيتشون فغي ببيتزا ايطاليان هنا كنبقى باليد ديالي ما كتتقاب ما كتشي حاجة كتكون مانيابل ساهلة كتخدموها كيف ما بغيتو صافي كتبقاو هاكا بليد كتعطيو الحجم اللي بغيتو وطاوة تكون شي طاوة ببيتزا ولا شي طاوة تقيلة فاش غطيب شوفوا الفقاعات كيفاش كي خرجوا فيها صراح هم اللي كتطيب كتفرحوم اللي كتخرج لكم هدك ديك لبيتزا هاكا كزوينا و الجوانيب من فوخين وخاوية هنا حطيسها هنا را لابات و لابات هي المهمة مالا غرني تشغر اللي درصوا هنا درصانا غندير غرب الطون بغيتو اون فغي بيتزا نابوليتان غرب لا موزاريلا دوكترو فاتز موزاريلا الكبار يكونوا ناش فين بزيان من الما وديرو لا سو سطومات و شوية الحبق سي دي سي لا فغي بيتزا نابوليتان انا درص اون فغي بيتزا هنا بطون غرني غندير فيها الفلفلا غندير فيها البصلا سوف نضيف الزيتون فلفل راح شحرتهم و غير شوية في الزيت و شوية ديال الملحة صافي عندكم الزيتون كحالته هو ديرو هرا كي يجي فازوين و الفران راح حميتم زيان بحل غنطيب الخبز وهنا غندير فخوماج موزاريلا محكوك و غرش على واحد شوية ديال الزعتر و الخراغ هنديرها بشوية زيت الزيتون من الفوق و هاي على دوز يام نفس طريقة كندفعو كندفعو نخليو هاداك الحاشية بومبي هنا إلا ما عرفتوش تصوبوها باليد أنا غيرو نوريكم واحد طريقتية ساهلة كتجي و ما غتعدبكو مش كتحطوها فوق من طاوة بحال هاكا دايرا و كتبقاو تجبدو فيها صافي ولكن خليو هاداك الجواني بغلاد و اعطيوها الحجم اللي بغيتو صافي هنا غن ناخد طاوة ديالي نفس العملية و تاني غن دير لاصوس لاصوس طومات و ما تقيسوش نهائيا هادوك لبوغ ديال البيتزا هتعمرو غير الواسط ديال البيتزا صافي هنا بغيتو تطيبوها على البوطة راسي فوزابل ولكن غطيوها غطيوها و بشي شي قفالة ولا شي حاجة باش يتنفخو لكم هادوك لبوغ يتنفخ و منين الطيب مزيان عد باش يدخلوها شعلو على الفوق باش يتحمروا ليكم هاداك الفوق دياله هنرا درت فخوماج درت شوية تزيد الزيتون و دخلتها طابت و هانتوما النتيجة را كتجي رائعة كتجي خاوية من الداخل و مقرمشة وارطبة و شوفوا كيفاش خلاص كتقطع لينا مقاسها ما حتى شي حاجة نفس الشي اللي كتبع في المحلة تسعى ليفغي ببيتزا و بصحة و الراحة را كتستهل فعلا تجريبة تسعى ليفغي ببيتزا